اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى الى حديث المساء ولا يزال او ما يزال جرحى تعيز يعتصمون يتظاهرون يطالبون بحقوقهم المشروعة في العلاق ولكن تظل هذه المشكلة ربما مزمنة بقدر او بحجم مشكلة الاحتلال الحوثي او التمرد الحوثي معي عبر الاقمال الاصطناعية احد الامين عام رابطة جرحى تعيز للوقوف على الاعتصام الاخير للجرحى في تعيز اهلا بك استاذ نشوان الحيدري تسمعوني نعم نعم اسمعوك اخي عزيز الكثير من المعاناة نسمعها عن جرحى تعيز لكن ما الذي استجد انتم بين الفينة والاخرى تحتجون تعتصمون ما الذي استجد الان لهذا الاعتصام الجديد اليوم اولا نشكر مساء الخير عليك وعلى كافة المشاهدين الكرام ثانيا لم يستقد اي جديد بالنسبة لمعاناة جرحى مدينة تعز هي تلك المعاناة المتواصلة والدائمة والتي لم نقد لها حلا حتى اللحظة كل الحلول التي يضعونها هي حلول آنية حلول لوقت قصير حلول لحالة معينة اما كحل لوضع قضية الجرحى ولحل اشكالات جرحى مدينة تعز فلم نقد حتى الان حلا يقوم بالواجب يؤدي حقوق هؤلاء الجرحى اسوة ببقية جرحى المحافظات والمحاورة الاخرى جرحى مدينة تعز هما الجرحى الوحيدين من بين جرحى الجمهورية اليمنية الذين يعانون والذين لم يجدوا ادنى وابسط حقوقهم نحن اخي العزيزة الان ما زلنا في الحق الاول للجرحى وهو حق العلاج فقط الى الان لم توفر حكومة الشرعية ولا السلطة المحلية ولا القيادة بحق العلاج الذي هو للجريح فكيف ببقية الحلول نعم انتم تطالبون الان بالعلاج ربما بالرعاية الصحية الدائمة واذا بالمرتبات والحقوق حتى هذه ربما توقفت عنكم نعم كلها في جرحى مدينة تعز الى الان منذ ثلاث سنوات هذه الحق نعم تفضل اسمعوا هذه الخروج وهذا لم يكن ليس الاول ولن يكن الاخير الجرحى في مدينة تعز لم يجدوا ادنى وابسط مقومات الرعاية الصحية العلاج جرحى مدينة تعز بلا كثير منهم بلا ترقيم لم نجد الاشياء الضرورية والمهمة للجرحى تخيل اخي العزيز الجرحى تعفنت جراعهم في الداخل والخارج جرحى مدينة تعز في الهند في مصر طردوا من السكن طردوا من اماكن تلقيها من العلاج تكررت بها من نكسات وعيق الكثير من الجرحى جرى انهم حلموا من العلاج ومن الرعاية الصحية الجرحى ايضا جرحى مدينة تعز في الداخل طردوا من المستشفيات اغلقت المستشفيات في وجوههم تخيل اخي العزيز المركز الوحيد في تعز مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والذي يقدم كل الخدمات مجانية للجرحى بدون ميزانية تشغيلية بدون ادنى مقومات نحن هنا عندما نضع المشكلة ونتكلم عن مشكلة الجرحى نتكلم عن اهمال كبير واهمال متعمد لجرحى مدينة تعز من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والعسكرية الجرحى اعيقوا جرحى شلل جرحى باتر جرحى عيون جرحى مكفوفين ومع ذلك لم نجد لهم ادنى مقومات الحياة يعني خلال ثلاث سنوات والجرحى من شارع الى شارع ومن اعتصام الى اعتصام ومن مطالبة الى مطالبة لم تصح ضمائر القيادة الشرعية ولا السلطة المحلية لتلتفت لانها تأوجاع هؤلاء الجرحى المفروض ان هؤلاء الجرحى بعد اصابتهم بعد اعاقتهم ان توفر لهم الرعاية الصحية وان توفر الاماكن التي يستطيعون ان يمارسوا فيها حياتهم ان يخرجوا من الحالة النفسية التي تعرضوا لها جراء الهمال وجراء الاصابات هؤلاء ضحايا الغام ضحايا معارق ضحايا فالاصل ان تقدم لهم كل الرعاية نعم نشوان تصنى بالمحافظ نبيل شمسان وهو قال انه وجه او انه وجه بثلاثمائة مليون ريال الجرحى مع حقيقة هذا الامر وهو رفض ايضا الطلع معنا في القناة للتصريح هاتفين هل صحيح وجه بثلاثمائة مليون ريال للجرحى لكن ثلاثمائة مليون حتى وان وجه بالثلاثمائة المليون هل هي ستقوم بعمل حل جذري للجرحى جرحى الخارج يوجد معنا مئة وستة عشر او مئة وعشرين جريح في مصر معنا خمسة او ستة وثلاثين جريح عالق في الهند منذ سنوات عالقين هوية الجرحى بسبب الاهمال بسبب التقصير من السلطة المحلية الثلاثمائة المليون لن تقوم بالشيء قد ربما لا تعالج عدد بسيط من الجرحى الذي في الخارج اخي نحن نتكلم ان جرحى مدينة تعز بدون مخصصات بدون يعني مليار احتجز في عدن وزير المالية يرفض اعطاء مستحقات جرحى مدينة تعز توجيه من رئيس الوزراء بخمسمائة مليون وامر اخر من الاخ نائب رئيس الجمهورية بخمسمائة مليون هذا مليار محتجز في عدن يحتجزه وزير المالية لماذا يتم التعامل مع جرحى تعز بهذه الانتقائية بهذا النوع من المفاضلة بين جرحى مدينة تعز وقرحى بقية المحافظات الثلاثة المئة المليون لن تفي ولن تقوم بالواقب نحن هنا نطالب بعمل حلول جذرية ورفض اللقنة الطبية بمخصصات مالية حتى تستطيع أن تقوم بواقبها في علاج ابقى معي وإذا مرحب بعارف جامل وكيل محافظات تعز للتعليق عن هذه المشكلة التي مزمنة والتي لن ولم تجد حلا حتى الآن لماذا تظل مشكلة جرحى تعز مشكلة مزمنة على الرغم من سنوات وسنوات على وجودها نعم أستاذ عارف جامل لماذا تظل مشكلة جرحى تعز مشكلة مزمنة دون حل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي الحزيز حقيقة قضية الجرحى تظل قضية شائكة وحساسة ومؤلمة نشوبها الكثير من القصور والإهمال لكنها في حقيقة الأمر ليست مستحيلة من؟ من الذي هم؟ لأني أطرح لك ليست مستحيلة لكن كما طرحت أنها هناك ربما نضع بعض النخاط أو مستبات في البداية يتحمل جميع مسؤولية الجرحى سواء كان على مستوى السلطة المحلية والجيش والسلطة الشرعية مثلا بالحكومة مسألية قضية الجرحى قضية الجرحى الأسفة الشديد الحلول التي تواجهها هي مسألات ترقيعية بمعنى أن نضحص المشكلة فيتم وضعها حلول أيضا المبالغ لتصرف هي حلول ترقيعية لم تعطى حقها قضية الجرحى بمعالجة حقيقية وحل جدري لنهاء هذه المشكلة لا أقول نهاء مشكلة ولكن الوضع آلية ومعالجة لقضية الجرحى هذا سبب رئيسي السبب الآخر هو التعاطي السلبي من مزارة المالية والحكومة في مسألة التوجيهات المتعلقة بمسألة تم توجيه من قبل رئيس الحكومة بصرف ما يقارب 500 مليون ريال لم تصرف حتى الآن تم توجيه من قبل الأخ نائب رئيس الجمهورية والرئيس الحكومة بصرف أيضا 500 مليون بمعالى أن هناك مليار له أكثر من أشهر لم يصرف نزالة المالية هذا عمل إشكالية الفترة السابقة كانت لجنة الجرحى من الذي لديها السلطة على وزير المالي إذا كان الرئيس الحكومة لا يستطيع فرض توجيهه ولا حتى نائب رئيس الجمهورية من الذي يستطيع إيقاف هذه المباعدة هل هو هادي؟ نحن التقيت أنا شخصيا بالأخ نائب رئيس الجمهورية وكان متفاعلا حقيقة وأدت وعطت وجهات صريحة للأخ رئيس الحكومة بسرعة الصرف وكان متفاعلا يرحى هذا حقيقة نقولها بدون مجاملة لكن هناك أعتقد هناك عاقات وعرقلات في وزارة المالية وزارة المالية تتبع من؟ وزارة المالية تتبع من؟ لماذا تتصرف من تلك نفسه إذا كانت توجيه؟ هذا السؤال أرى أن توجهه للحكومة والأسلطة الشرعية حول هذه المبالغ أقصود أخي العزيز حتى لا نتوفي مسألة من هو المسؤول؟ السلطة المحلية في الفترة السابقة كانت تحمل مسألة الجرحى وكان هناك وكيلة المحاضرة ترأسها للجنة يأت فترة من الفترات وأصدر قرار لجنة رزارة الدفاع بأن تتكلف لجنة الجرحى للجيش لكن نظل نحن بسلطة السلطة في تعز ممثلة بالأخ المحافظ هي مسؤولة عن ما يدور في تعز بشكل عام كما وضحت لك أن هناك مشكلة تتمثل مسألة الجرحى أيضا هناك خلال هناك جهات معنية بالجرحى مثلا لجنة الجرحى المشكلة معنية مركز الملك سلمان معنية بالجرحى المستشفيات الحكومية معنية بالجرحى لا بد هذه الجهات المعنية ترتبط لقرار واحد وأيضا نافذة واحدة أنا أؤكد هنا أن هناك مشكلة مشكلتنا أحيانا في تعز نعترف فيها نحن كمسؤولين ولا تحرج منها من أجل حلها هناك قضايا ليست للقضية الجرحى هناك قضايا كثيرة يتم القرص عليها الأسف الشديد لكن نؤكد نحن الآن أنه نحن عازمون في السلطة المحلية على مسألة أن نضع قضايا رئيسية يتم الخروب بها بحلول جذرية ونهائية ما أنا فإن الأمور ستباقم وسوى تحصل إشكاليات كثيرة أيضا غياب الأخ المحافظ أنا لا أحمل الأخ المحافظة المسؤولية الكاملة ولكن أيضا غيابه عمل خلل كبير في مسألة أنه أداء المحافظة أخ المحافظة متواجدا كونه هو المسؤول الأول وصاحب القرار وهو الجامع للكل نحن كوكلاء بالأخير عملنا كمساعد مساعدين أقفض صحيحون معنا مهام لكن صاحب القرار هو الأخ المحافظة وهنا هناك ما وضحت أنه لا تهم الأخ المحافظ ولكن أيضا غيابه تمت تعاطي معه من قبل الحكومة والسلطة الشرعية غير صحيح لا بد أن يكون الأخ المحافظ متواجد ويجب على الجهات والمؤسسات أن تلتزم بتوجيهات وقرارات الأخ المحافظ حتى نكون منصوبين بهذا الجانب فنا أعتقد أنه مثلنا قريطة الجرحاء يشبها الإهمال والقصور من المؤسف والمقتل أننا لا نستطيع أن نعارق فرد أو نقدم له الخدمات الأساسية من العلاق هذه مشكلة الأستاذ عارف لو تم إدارتها صحيحا نستطيع أن نقض أنت طرحت النقاط على الحروف قلت أن المالية تتحمل المسؤولية الحكومة تتحمل المسؤولية أيضا سلطة المحلية تتحمل المسؤولية وأشرت أيضا إلى غياب الآخر المحافظ الذي حاولنا الاتصال به وبالفعل قال أنه وجه بـ 300 مليون ريال عبر المالية وأنها محتقزة في المالية ورفض أيضا الظهور الإعلامي للحديث عن الكثير من مشاكل تعز أشكرك أستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز وأعود إليك نشوان الحيدري أمين عام أو أمين نقابة الجرحة أو رابطة الجرحة بتعز هل هذه التبريرات من قبل سلطة المحلية كما سمعتها من عارف جامل مقنعة لكم تحمل المسؤولية للحكومة الشرعية لوزارة المالية بالفعل أمن ربما هناك أيضا قصور في أداء سلطة المحلية تجاه جرحاها نعم أخي العزيز تظل تبريرات فعلا أن الوزارة المالية مقصرة الحكومة مقصرة أيضا الرئاسة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية مقصرون تجاه جرحة مدينة تعز أيضا نحن كجرحة في مدينة تعز المعني بين الأول الأخير هي السلطة المحلية هي من ستوصل معاناتنا هي المسؤولة عننا هي الأصل أن توصل معاناتنا للأخ رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية لنائبه لمركز سلمان نحن كجرحة ما يهمنا أن نعطى حقنا من الرعاية من العلاج من الاهتمام لا نريد أن نظل في الكلام المستهلك هناك قصور نحن نعمل هذا كلام مستهلك ثلاث سنوات ونحن على هذا الحال نحن نريد من السلطة المحلية أن تقوم بواجبها تجاه جرحة مدينة تعز هي المسؤولة الأولى والأخيرة عندما نقول فعلا هناك اللقنة الطبية مسؤولة أيضا لكن اللقنة الطبية لم ترفض بمخصصات مالية فقط ما يقارب من 280 مليون هي ما استلمتها من بقية حساب اللقنة السابقة لم ترفض فكيف ستقوم بالواجب أنا لا أبرر أقول أن هناك عجز من اللقنة الطبية وهناك نوع من الفشل لكن نعذرهم بأنه لم تصلهم مخصصات مالية من قبل حكومة كما أوضح الأخ الوكيل عارف جامل مليار محتجز لدى وزارة المالية 580 مليون محتجزة بأمر وزير الدفاع محتجزة لدى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ما نريد أن نعرفه ما نريد أن نوجهه هنا في هذا المكان سؤال للأخ رئيس الجمهورية ولنائبه ولرئيس الحكومة هل تعز وجرحاها معنيون بكم كشرعية على ماذا جرح أبناء جرحا تعز جرحوا وهو مدافعون على الشرعية التي أنتم رأسها سؤال مهم هل تعز كما قال ربما الأوزير الدفاع المقدشي تعز كطاع منفصل ولا تزال أو ما تزال تعامل على أنها كطاع منفصل أشكرك نشوان الحيدري وبالفعل قضية قضية الجرحة في تعز قضية كبيرة وشائكة وتحتاج الاهتمام ابتداء من السلطة المحلية في تعز وأيضا من الحكومة الشرعية والأقل تنفيذ التوجيهات الموجودة من رئيس الحكومة من نائب رئيس الجمهورية من المعيب أن تكون هناك توجيهات بصرف أموال للجرحة ويتمع عاقتها في المالية وكأن المالية قزيرة منعزلة لا تخضع لسيادة الحكومة اليمني أشكرك من قددا نشوان الحيدري أمين رابطة جرحة تعز أعود إليك حفظ الله والتعليق حول هذه القضية التي كثيرا ما تناولناها في الإعلام وكثيرا ما رقعت بحلول صرف بعض الملايين ومن ثم تعود للواجهة عدم وجود آلية عدم اهتمام أو عدم مسؤولية من حيث المبدأ من قبل المحافظة وحتى أيضا من قبل الحكومة ووزارة الدفاع أيضا بالتالي يبدو أن التعز بشكل عام وهذه القضية بشكل خاص يوجد فيها قرار سياسي قرار سياسي بماذا؟ قرار سياسي لا يعقل أن تصرف كل هذه المليارات ومن بعدها تصرف المبررات بأن هذه المليارات محتجزة لدى وزارة المالية لدى وزارة الدفاع تحت من يعمل وزير المالية ما هو وزير في الحكومة الشرعية الذي أمرها نائب الرئيس بصرف 500 مليون ريال تاليس الحكومة أيضا والجهل القرار السياسي يبدو باعتبار تعز قطاع منفصل لا زال ساري بدءا بالتحرير ومن ثم هذه القضية الهامة التي هي قضية الجرحة الذين جرحوا وهم يدافعون عن الحكومة الشرعية الآن هؤلاء الجرحة الذين تعفنت جرحهم في مصر والهند وفي الداخل في تعز وعدن بعد هذه المعاناة الكبيرة لمدة ثلاث سنين يصرف لهم حتى اليوم الثلاثة لثلاثمائة مليون الذي صرفها محافظ تعز يقول على أنها محتجزة في وزارة المالية هناك عبارة عن وعود تعطى الوعود للجرحة تجد أن المشكلة بحداثة هي مشكلة سياسية ومن ثم تحول إلى الدولة وتميع أخي الكريم هناك قرار سياسي باعتبار تعز قطاع منفصل ومن دمنها قطاع الجرحة يجب أن يستمر الضغط على الحكومة الشرعية وعلى السلطة المحلية في تعز لكي تنتبه لهؤلاء الجرحة الذين جرحوا وهم يدافعون على الحكومة الشرعية في الثلاث السنوات الماضية حفظ الله العميري الصحفي والناشط سياسي شكراً ليقدك معنا هذا المساء للتعليق ابتداء على الحديث عن خروج الإمارات أو انسحاب الإمارات أو تموضعها في داخل عدن وأيضاً عن موضوع الجرحة في تعز أشكرك مجدداً حفظ الله وأيضاً أشكر الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز وأيضاً نشوان الحيدري أمين عام رابطة الجرحة في تعز في المحور الثاني وأيضاً في المحور الأول أنيس منصور المحلل السياسي وأيضاً أحمد ماهر الصحفي الذي كان معه أيضاً من الرياض أشكركم بطبيعة الحالة أعزائي المشاهدين على أمل لقبكم في حلقة أخرى من حديث المساء وفي أمان الله اشتركوا في القناة